إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمُ وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّةِ فِي اللَّهِ أَهْلًا وَمَرْحَبًا بِكُمْ عَبْرَ شَاشَةِ قَنَاةِ الرَّحْمَةِ الْفَضَائِيَةِ فِي بَرْنَامَجِكُمْ فَتَا وَالْرَحْمَةِ سَائِلًا الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلُ بَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى لِي وَلَكُمْ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ تفضّل تصال؟ أم بسمانة من القاهرة لو سمحني يا سيدنا الشيخ فضّالي عايزة أسأل حضرتك في سؤال لا سمحني فضّالي يا أم بسمانة أنا كنت رمضان اللي فات كان حصل لحرية إبهاد وفترت 17 يوم نعم فمش عارفة يعني أطمح فنوة كام أو أطمح كنت كان الجنين في الشهر الكام يا أم بسمانة في الشهر الثاني الثاني؟ طيب الشهر الثاني هذا لم يخلق الجنين والدم الذي نزل لا يعد دم نفاس إنما هو دم استحاض والواجب عليك يا أختاه أن تغتسلي وتستثفري وتصلين وتصومين ولا تمتنعين عن هذا لأن دم النفاس سلمك الله يكون إذا خلق الجنين والجنين يخلق من واحد وثمانين يوما فصاعدا وإذا كنت حامل واحد وثمانين وأسقط الجنين نضر إلى الجنين فإن كان غير مخلق فهو دم استحاضة وإذا كان مخلق فهو دم نفاس أي نعم والجنين يخلق من واحد وثمانين يوم فصاعدا أما وأنك قد تفضلت أنك كنت فقط حاملا في الشهر الثاني فالدم استحاضة وليس دم نفاس فإذا كنت يا أختاه أفترت سبعة عشر يوما جهلا منك بارك الله فيك وعلمني الله الدكتور يعرف في الطب لكن لا يعرف في العلم الدكتور سلمه الله ووفقه إلى الخير يعرف في حضرتك الوقت سلمك الله إذا أنت حامل وغير قادرة على الصيام فأنا أرى بارك الله فيك أن أنت قدامنا رجب وشعبان ممكن تصوم السبعة عشرهم هل تقدرين أم لا تقدرين؟ هل تقدرين؟ لا مش هادر أصوم بسلوح طيب وهل في قدرتك أن تصوم بعد رمضان هذه الأيام ليس في قدرتك؟ طيب على كل حال إذا كان في قدرتك صمدي وإذا لم يكن في قدرتك تطعمي عن كل يوم مسكينة تطعمي عن كل يوم مسكينة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأعلمي أمط الله المسلمة أن إخراج القيمة المادية لا تجزئ خلافا لقول السادة الأحناف حيث إن قولهم مرجوح والراجح ما نصت عليه الآية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم وبالتالي فلا بد من الإطعام ثم عليك أختاه أن تستفيد من هذا الموقف وأن تمتثلي أمر الله تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والطبيب أهل الذكر في الطب وليس أهل ذكر في الفقه والله أعلم نعم الفضل يا أم عمر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم أموري إنوا موضوع الانتخابات واموري الإنتخابات كانت عندنا في البلد بتاع إتنى لجنتين لجنة واحد بيحط صوت يعني بيمدع على ورقة واحدة ولجنة بتعمل على ورقة أموري الذي سينادي بتحكيم شرع الله بل وسيحكم فينا شرع رب العالمين الذي سيحكم فينا شرع رب العالمين ولذا فإني أقول أنني أؤيد الدكتور محمد مرسي لأنه هو الذي سينادي بتطبيق شرع رب العالمين وهو الذي سيطبقه بإذن رب العالمين فنسأل الله أن يوفقه إلى تطبيق الكتاب وصحيح السنة بفام سلف الأمة لأن سعادة الثقالين في العودة إلى القرآن الكريم وصحيح السنة بفام سلف الأمة والتمسك بكل أمر من أوامرهما والبعد عن كل نأي من نواهيهما وذلك بالإخلاص لله تعالى وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لله تعالى على أن يكون ذلك بالمصاراة والقوة وإن الظن في الدكتور محمد مرسي وفقه الله أن يكون كذلك نعم فنرجو الله أن يوفقه لذلك هاتي يا أم محمد من الدقاهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي مشكلة يا شيخ بس أجوك ما نجاوزنيش على أنا بعد مخالي فضلي أنا من الوقت المتجاوزة بقالي 14 سنة نعم فجوزي كل شوية حرف عليها طلقات طلقات كتير ورحنا لدينا حرف عليها سبع طلقات سبع طلقات هل زوجوك يصلي؟ هل زوجوك يصلي؟ مش على طول هو اللي صلاة بصليم الحيشي ما بكملش أغان وبسيب الدين دايما يا شيخ وبتعبني معايا طلقات المهمة الطلق قال لي سبري نفسي الطالق وسيب البيت وطلع وأنت تحافظين على الصلاة؟ أنا الحمد لله بصلي وفرد فرد غفر الله لأبيك طب أعمل اللقتي يا شيخ سفيدنا الله يخليك أنا أنصحك أن لا تمكني هذا الرجل منك وأنت ذهب إلى دار الإفتاء وتعرض أمركما عليه على دار الإفتاء فإن أنكر الرجل وأنت واثقة فإخلعي نفسك إذا كان الرجل واحد يسب الدين والعياذ بالله ويتكرر ذلك منه عياذا بالله اثنين يصلي على سطر وسطر يعني لا يحافظ على الصلاة الخامس ثلاثة وقد وقع في الطلاق بناء على قولك سبع مرات أربعة وينكر ذلك عينما يأتي بين يدي المفتي خمسة فأنا أرى أن لا تمكني نفسك تمكن الرجل من نفسك وتذهب إلى دار الإفتاء وتعرض أمركما عليها فإن صدق فالحمد لله وستقوم بفتواكم وإن لم يصدق وكذب فأنا أرى أن تخلعي نفسك من هذا الرجل الذي بهذا التوصيف والله أعلم نعم فضال يا أم عمر من الجزائر السلام عليكم يا سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل فقط قد منى الله عليها بإفقان أحكام التجويل منى الله عليك بإيه وأريد أحكام التجويل بيه بأحكام التجويل بإفقان أحكام التجويل والله ما فهمت بأحكام التنوين أحكام التجويل بإفقان أحكام التجويل طيب كويس فضلي وأريد أن أدريفها للبنات فهل يجوز لي أن أتقاب أجرا من خلال هذا التدريف إذا كنت في ساعة وغنى فليس هناك داع لأخذ الأجر وإذا كنت محتاج إلى ذلك فخذ الأجر فإن أخذ الأجر على التعليم جائز إن أخذ الأجر على تعليم الأحكام جائز خطة زي الله يحييك فضل فضل يا خالد عليكم السلام عليكم عم الشيخ عليكم السلام عليكم عم الشيخ خفض صوت التلفاز يا خالد باش بالنسبة لعم الشيخ أنا حلفت على مرة في ليلة العرس ليلة العرس أيوة يا عم الشيخ خالد لسه ما قلناش بسم الله وتقص الشريط بالطلاق قول يا عم قول قول ماذا قلت يا خالد عارب فيها كانت ساعة الشيطان واللي علفت علىها وقلت لها أنت طالق بالتلاثة أنت طالق أنت طالق بالتلاثة آه طيب وبعدين جامعتها يا خالد أيوة وبعدين جامعتها وخلفت من أولادة دي اللي بتاع خمس سنين بس أنا سألت على الشيخ قبل كده ما علينا من الشيخ يا خالد حسب الطلقة واحدة يا خالد على ألا ترجع إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى وأن تتقي الله تعالى وتحافظ على الصلاوات الخمس في جماعة بالمسجد وتدفع زوجتك دفعا إلى المحافظة على الصلاوات الخمس في دارها بالحكمة والمعرضة الحسنة ولا تعود إلى هذه القول مرة أخرى نعم أنا معليش حرج عم الشيخ حسب الطلقة حسبت إيه حسبت إيه خالد حسب الطلقة كده أي نعم حسب الطلقة بالنسبة لعم الشيخ أنا دلوقتي كنت في مشوار كنت فين كنت في مشوار وتعورت كيف في عيصة كده هو وتعورت أي نعم أي ودلوقتي كل ما روح أكشف نزفت دم كتير من سدري أيوة تفضل وكل ما روح أكشف عند الدكتور يقول ما عندك شي حاجة بس سألت شيخ قال لي أنت متغلب عليك نفسك شوية لا بس أنت بس اقرأ الفتحة على نفسك ثلاث مرات وأنت يعني يدك اليمين على مكان الألم ونسأل الله تعالى أن يشافيك وأن يعافيك ولو كان في مقدورك أن تضع يدك على الألم مكان الألم وتقول اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ساقع ما اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيني سبع مرات لكان ذلك حسنا وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسببا لخير كثير لك ولكل من شك من ألم بإذن الله نعم أخونا وليد من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا رجل جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة وأكثر من رمضان طيب أل كان مسافرا أل كان مسافرا لا لم يكن مسافرا أل كان مريضا لا لم يكن مريضا طيب إذا جامع الزوج زوجته عالما ذاكرا مختارا عالما ذاكرا مختارا وهي وافقته ولم تدفعه فحينئذ عليه أولا عليه الإثم ثانيا عليه التوبة ثالثا عليه الإمساك بقية اليوم رابعا عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم خامسا عليه الكفارة وهي عطق رقبة ولا يوجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين بحيث لو صام سبعة وخمسين يوم وأفطر في الثامن والخمسين بدون رقصة شرعية يستأنف من أول أبو جديد وهذا على كل يوم كفارة يعني كل يوم عليه كفارة صيام شهرين متتابعين غير قضاء اليوم والله أعلم ونفس الحكم الشرع على المرأة إذا كانت غير مكرهة على ذلك فإذا جامع الرجل زوجته وكان ذلك في نهال رمضان عالما ذاكرا مختارا فعليه ما ذكرته آنفا وكذلك زوجته ما لم تكن مكرهة والله أعلم في هذا نعم أبو القاسم من الجزائر سلام عليكم يا شيخ تفضل يا أبو القاسم ارفع صوتك يا الحبيب يا شيخ الفائدة الربوية ما نسمع صوتك السلام عليكم يا شيخ الفائدة الربوية عليكم سبحان الله وبركاته الفائدة الربوية ما لها الفائدة الربوية يا شيخ عندما يتصدق بها الفائدة الربوية عندما يتصدق بها إذا الواجب عليك أن تتخلص منها لأنه مال نجس سيد لي نعطيها له يا شيخ لي نتصدق له بها نتخلص بها في حمامات مسجد في كبري في جسر في مصالح عامة للمسلمين نعم في مصالح عامة للمسلمين مثل حمامات مسجد أو جسر يعني كبري أو إصلاح طرق أو ما كان على شاكلة ذلك فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم تفضل أم لؤي من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت بس محتاجة من حضرتك شرح مفصل شوية لجملة ما سمعت شامل لؤي رفع صوتك محتاجة من حضرتك تفصيل لجملة يعني سمعت أن أحد الصالحين أنا مش متأكدة طبعا كنت بسمعها دايما من الشيوخ أن القائد القوي الفاجر خير من القائد المؤمن والضعيف فبما أننا في فوات الانتخابات والإحنا فيه دوان فالواحد محتاج تفصيل لهذه جملة لأنها يعني طبعا ما احترام للجميع مش أصدني في حد فاجر وحد ضعيف بس توضيح لهذا الأمر لفكرة القوي الفاجر خير من المؤمن الضعيف لعلك تقصدين يا أختا المؤمن القوي خير وحب إلى الله بساكمل كلامي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أي نعم وكذلك الدولة الكافرة الكافرة العادلة عمرها أطول من الدولة المسلمة الظالمة وهذه قولة شيخ الإسلام ابن تيمية أي نعم أما بالنسبة للحاكم سلمك الله فالواقب أن يكون الحاكم ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره وممن يكون ومن يكون قد حقق الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك طرى فإن لم تكن طرى فإنه يراك ويكون ملما بأحكام الشريعة الغراء قدر المستطاع علما أنه سيكون عنده مستشار شرعي مستشار زراعي صناعي تجاري ثقافي سياسة داخلية خارجية صحيح ولكن يمغي أن يكون هو نفسه ملما بأحكام الشريعة ولا بد أن يكون قويا نعم قوي يعني في علمه في فهمه في بدنه في نظره في فكره في نظرته قوي بمعنى المطلق وليس بمعنى محدد فلو كان على سبيل المثال رجل مثلا في الثمانين من عمره ولا الخامسة والثمانين من عمره كيف سيذهب هذا ويأوب وكيف سيقيم الاجتماعات ويناقش 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 هذا رجل بلغ من العمر عتية فيحتاج الأمر إلى قوة بدنية وقوة عقلية وقوة علمية وقوة شرعية وقوة فكرية وقوة يعني يكون فيها النظر والعمق إلى غير ذلك من القوة بمعناها المطلق والله المستعان إي نعم أما نأخذ حاكم تارك للصلاة أو بيصلى على سطر وسطر الله أو رجل ينادي بالديمقراطية أو بالديكتاتورية أو بالعلمانية أو بالليبرالية أو بالاشتراكية أو له علاقات ماسونية أو ما كان على شاكلة ذلك من هذا الهراء الذي يقع فيه بعض الناس ولا يفرقون بين صالح وطالح ولا حول ولا قوة إلا بلاه هذا كلام ينبغي أن نستيقظ له فما بقي وقت تاء فضلي يا أختا مهند عليك السلام عليها وبركاته أم Basically أم ثم الله لا سمعتني يا شيخ أنا والدتي بالوضي consolidé بقعلي 65 يوم فضلي يا أم مهند أيها شيخ ما عليكم والليكم السلام عليكم وال sì والدي立ت يوم بقول حضرتك يا شيخ أنا والدتي أمesque حمد لله على سلامتك الدم تماني وابين يوم وبعدين انقطع مين وبعد كده كل يومين أو ثلاثة يعني ينقطع ثلاثة أيام ولا أي دم تاني بينزل هل الآن وقت الدورة يا أختي؟ لا دم السماع على طول ينقطع يومين أصلي فيهم وبعدين ينزل دم تانيين صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على أن فضلي أنا كنت بأخذ حبوب طنظيم الحاملة أنا استشاط طبيبة وقعت إن ده ممكن يكون من حبوب بس أنا وقفتها وبعده وما زال الدم بينزل يومين ثلاثة وينقطع فأنا بسأل بس لو هي استحاض عايز حكم الصلاة فيها إيه والصوم والعلاقة الزوجية وهل أختفل لكل صلاة ولا يكفل وضوء بس الجواب بحول الملك الوهاب أولا أشكرك على حسن اهتمامك بدينك ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته وعموم المسلمين والمسلمات فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين وثانيا جمهور العلماء سلمك الله ذكروا أن دم النفاسي إذا زاد عن الأربعين فهو دم استحاضة والواجب على المرأة أن تغتسل وتصلي إلا إذا وافق نزول الدم وقت الدورة فعليها أن تكف حتى ينتهي وقت الدورة حتى ينتهي وقت الدورة إن كان سبعا أو أكثر من ذلك أو دون ذلك ثالثا الشافعية أكثر النفاس عندهم ستون يوما وما زاد عن ذلك فهو دم استحاضة والواجب على المرأة أن تغتسل وتصلي حتى لو نزل الدم بعد الستين إلا أن يكون وافق وقت الدورة فلتكف وعليها أن تغتسل بإنهاء أيام الدورة وتصلي حتى ولو كان الدم نازلا نعم حتى ولو كان الدم نازلا لأن الحبوب والإبرة للحقنة واللولب وهذه الوسائل هي سبب الخربطة عند المرأة فيما تعلق بأمر الدم ومناء على ما تقدم ذكره فاغتسل يا أمط الله المسلمة وصلي وصومي إن شئتي صوم نافلة بإذن زوجك إن كان شاهد ولا حرج في العلاقة الزوجية ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم أم طارق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا شيخ الله يحفظك لو سمحت يا شيخ عايز أسأل صدري يا أختها بالنسبة للقشف يعني عند الدكتور اللي هو تقشفت تابعتك والتمريضة وتابعت عند الدكتور مسلم ولقيت نفس يعني مقام ما استريحتش فيحل مثلا إن الواحد يروح عند دكتور مسيحي ولا ما يفعل شيء أولا يجب على المرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيبة ولا تذهب إلى الطبيب لأن يوجد بيننا الآن طبيبة متخصصة تحمل الماجستير ويوجد بيننا طبيبة أستاذة بروفوسورة تحمل الدكتوراه ووصلت إلى درجة الأستاذية وربما تكون رئيسة قسم في كلية الطب فنترك المرأة التي وصلت إلى بروفوسورة أستاذة استشارية ونذهب إلى الرجال هذا فيه خدش في الحياء هذا أولا ثم تزيدين الطين بلة وتقولين تذهب إلى دكتور صليب نصراني وكأن المسلمين يعني إن عدموا تماما نحن نعيش في دولة يا أختي تسعين مليون فيها ثمانية مليون نصران واثنين وثمين مليون مسلم خطرنا نزالين أي نعم فمن آلاف الأطباء وآلاف الأساتذة إحنا عندنا سبع وعشرين محافظة كل محافظة فيها جامعة غير الجامعات الخاصة يعني معناها كل محافظة فيها كل الطب وكل الطب دي فيها يعني عشرات الأساتذة في مختلف التخصصات فكيف خلص الكلام بعد هذه المقدمة الطويلة أنصحوا النسوة أن يذهبنا إلى الطبيبات والأستاذات ولا يذهبنا إلى الرجال إلا في حالات الضرورة القصوى ويكون طبيبا مسلما صالحا عرف بالاستقامة والله المستعان نعم أخونا محمود من السعودية عليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل فضل يا أخي محمود والله الشيخ من الحمد لله لبصلي لو قاتل خمس الحمد لله تفضل يا أخي كل ما أبصلي يعني المخي يوجد حدد بعيد كده وكذكيري زيادة وعلى طول طيب يعني لو كل ما أبصلي لأفتكر أي حادة في الصلاة كل ما أممكن أن في أي حادة في الصلاة وقوم بسرعة طيب أنا أنصحك أن تدفل على يسارك وأن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تتدبر في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيصر من القرآن بعدها وفي التسبيحات في الركوع والسجود وكذا في سائر الأذكار وتحاول أن تتعرف على معنى ما تقرأ مستطاة إلى ذلك سبيلا وأن تذهب إلى المسجد قبيل الآذان لتتوضى وتصلي تحية المسجد وتتأهب إلى الترد دراء المؤذن وإلى السنة الراطمة القبلية فإن كل ما ذكرته يبعث الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح والتأهب النفسي للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فيدفع الوسوسة والخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وسترتقي شيئا فشيئا بكثرة الدعاء والإلحاح على الله وأنصحك بقراءة ودراسة رسالة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد اسمها ثلاثة وثلاثون سببا في الخشوع في الصلاة فإنها نافعة في بابها والله المستعاد نعم أمت الله من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلها أمت الله أختنا أم محمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شكرا 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 أنا أدور وهل قصدت بالقتل أن يموت أم قصدت بالقتل الضرب أخلص منه على كل حال أنا أشكرك على غيرتك على دينك وهذا هو الواجب علينا جميعا وإذا أخطأ أحد في الرب جل وعلا أمامك أو في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفر وأنت لا يجوز لك شرعا أن تقتليه لأن هذه المسألة تتعلق بولي أمر المسلمين فعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تطعم عشرة مساكين كفارة عن يمينك أما أخوك هذا فأرجو من الله لنفسي وله الهداية وأسلوبه أسلوب معوج وطريقته طريقة منحرفة ونرجو من الله أن يتوب علينا وعليه وإذا أردت أن تقاطعيه من باب زجره وردعه علّه يتوب عما يفعل فلا حرج أن تقاطعيه وإن رأيت مقاطعتك له سببا في زجره وردعه فهذا حسن وإن وجدته يتمادى في قبحه وغيه فاقطعي فاقطعي المقاطعة وعودي إليه مرة أخرى علّى الله أن يهديه على يدك بسبب كلماتك الرقراق الرقيقة التي أخذت من كلام رب العالمين ومن كلام سيد المرسلين فتكون هدايته على يدك وطلطفي معه وأكثري له من الدعاء ولكن لا تنخدعي لحركاته المعوجة والله المستعام أم مهند من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ أنا اللي سألت حضرتك دلوقتي وقلت لي لني أسطحها أنا بس أسأل هل أغتسل لكل وضوء أم لكل صلاة أم لك في الوضوء إن الاغتسال لكل صلاة سنة إذا اغتسلت للظهر والعص مرة واحدة وللمغرب والعشاء مرة واحدة لأن السادة الحنابلة يقولون يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين كل صلاتين جمعا بدون قصر ويستحب لها أن تغتسل أما إذا لم تغتسل فلا شيء عليك فيفهم من كلام أن اغتسالك ليس بواجب ولكنه أمر مستحب والله المستعان نعم أم فاطمة أفضل يا أم فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سنحكي سيدنا شيخ خصل خصل بينه بن زوجي جماعة في نهار رمضان وكده يعني بس أنا قلت برفض هل أكرهك يعني فهو كان بيصرف فأنا في يوم آه هل أكرهك نعم فأنا ما قلت برفض يعني بس في يوم كده آه في يوم إيه فجيت في يوم وسأسلمت يعني ما قدرت آه يعني قابلت يعني طيب الواجب عليك يا أم فاطمة ألا تمر بكده يعني أنا ما كنتش بقدر يعني آه طيب إن شتني بتحفظها على الصلاوات كنت برفض بشت طيب أنت بتحفظها على الصلاوات ولا لا آه وبتصوم رمضان نعم الحمد لله الواجب عليك الواجب عليك وعلى كل امرأة مسلمة أن تمنع زوجها أن تمنع نفسها من زوجها في نهار رمضان وأن لا تمكنه أبدا فإن أكرهها فعليها الاستغفار والتوبة والإمساك بقية اليوم وتقضي يوما واحدا وأما إذا دعاها للفراش وقبلت فعليها رقم واحد الإثم رقم اثنين التوبة رقم ثلاثة الإمساك بقية اليوم رقم أربعة قضاء يوم المكان اليوم رقم خمسة صيام شهرين متتابعين وهي الكفارة لعدم وجود رقابة نعم هذا على كل يوم من الأيام التي حدث فيها جماع كيف يا إخوان من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في طعامي وشراب يعني لابد الإنسان ليدع طعاما وشرابا وشهوتا وقول الزور أين على كل حال الجواب على النحو الذي ذكرت وأسأل الله الستير أن يسطرني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنا كما أسأل الله التواب أن يتوب علي وعليكم وأن يردنا وإياكم إلى الله ردا جميلا والجواب على النحو الذي ذكرته والله المستعام هاتي يا أم منال من سوريا هاتي يا منال وعليك صحنا وركاته سحنا أنا عندي سؤال صارت معي مش بكلي وبيدي أعرف بالفتر ارفع صوتك يا منال أيوة فضلي ارفع صوت هاتيك الصيفي صارت معي مش بكلي بينه وبين زوجي بنتي أنا عمره أربعة ثانين ونف بنتي عمره أربعة ثانين ونف بسم لبسة لباس واللباس شورت بنتي عمره أربعة ثانين ونف صارت الabilبسة لباس طويل أربعة ثانين ونف هلا حاليا الabilبسة لباس طويل يعني لا لا لباس لباس أنا بالصيفية هديك الصيفية صارت معي المش كلي لباس شورت شورت اه صارت وبلوز بلا ده وار أيوة هي مش أصرف معي هديك الصيفية هي أيوة لباس هو شورت وبلوز بلا ده وار طب سهلك 57 صارت معي مش بي visualization بينه وبين جوزي قال عليه الطلاق، عليه الطلاق، عليه الطلاق، إذا تطالع بهالمنظر أنت طالق. إذا طلعبد بالمنظر؟ يعني هو حلب بالطلاق إني أنا ليس طالع بهالمنظر. فأنا بدي أعرف بأنه إن هذا الطلاق هو يحكم طلاق معلق. بس بدي أعرف هو قال إنه نيتو أنه ليس لنظر مزلطة. إني قال عن نيتو بس هو أنه ليس لفظهما. أنا لا أستطيع أن أجيبك إلا إذا سمعت من زوجك فإذا كان زوجك بجوارك فأجعله يكلمني رقم واحد رقم اثنين أطيع زوجك يا أمه الله ودربي ابنتك على اللباس الذي يسطر فإن البنت إذا خرجت خارج البيت ربما يتلقفها شاب في الثالثة عشر من عمره يكون قد بلغ جديدا ولا يمتلك نفسه ويفعل ما لا يحمد عقباه على كل حال حدث ذلك أو لم يحدث الواجب علينا أن ندرب البنات على الستر وإن كانت البنت صغيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجة وليس المقصود الصلاة في حاسب بل الإسلام ككل فيه يعني في جداع الشرط خطان دا زي أي نعم فعلى كل حال رقم واحد أنصحك وكل مسلمة بطاعة الزوج والإحسان إليه والتلطف معه لأن بعض النسوة ليس عندهن فقه التعامل مع الزوج ولا يعرفنا أن الزوج المسلم الصالح نعمة من نعم الله عز وجل عليها فلا تستشعر النعمة لا من بعيد ولا من قريب فتسيء المعاملة وتأتي في لحظات ضيقة وتحاول أن تعالج أخطاءها وعندها الساعة من الوقت وتذهب إلى الضيق والله عز وجل يعني أمرها ببر زوجها وطاعة زوجها ما لم يكن في معصية الله نعم على كل حال أنا أنصحك وكل مرأة المسلمة بطاعة زوجك في طاعة الله دي رقم واحد رقم اثنين أنصحك بأن تدرب الفتاة الصغيرة الجارية على اللباس الذي فيه ستر رقم ثلاثة إن كان جوجك بجوارك وكلمني وأنا أفتيه على قدر توفيق الله والله المستعان نعم نعم تفضل خلاص عينما يأتي في أي يوم يتصل بالفتاوى الفتاوى ستجيبه بتوفيق الله تفضل يا سحر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها متزوجة من 9 أشهر أيها متزوجة من 9 أشهر وبعدين بيت أهلي جنب بيتنا جنب بيت جوجي يعني قريب منه كويس ولكن زوج بيرفض لأنني أروف هشوف والدي والديتي يعني مم كبار في السن طيب لكن هو موافق أن تذهبي كل فترة وليكن كل أسبوع أو أجبوعين يعني آه بس يعني أبعد كده مثل فترة معينا لغاية المغرب أو كده وأي على كل حال هو مش متواجد طوال اليوم إذا قال إسمعي إذا قال زوجكي اذهبي إلى زيارة أهلك في كل عشرة أيام مرة إسمعي وأطيعي إسمعي وأطيعي لزوجك ما دام الرجل لا يمنعك من صلة أبويك فهو رجل جيد ولكن أرد أن يقنن الأمور لضبط الأمور في داره فعليك السمع والطاع له نعم أخونا محمود من أكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله في سؤال مولانا كده فضل هل يجوز إمامة المأمور؟ يجوز يعني مثلا رجل أتى مسبوق ومعنى مسبوق أي فالركعة الثانية من صلاة المغرب فلما سلم الإمام قام ليأتي بالركعة التي فاتته فدخل رجل للمسجدة فصلى خلفه فلا حرج في ذلك إن شاء الله نعم فضل طيب هذا رجل قال لزوجته إن قلت طلقني فأنت طالق فأنت طالق فأنت طالق فلو قالت لو طلقني خلص هي طالق هذا يسموه طلاق التخيير طلاق التخيير أي نعم وآخر يقول أنه مغترب في دولة من دول الخليج وقد رزق بمولود ويريد أن يؤجل العقيقة لمدة سنة حينما يعود إلى بلاده أنا لا أنصحك بذلك يا أخي الأعمار بيد الله ارسل إما أن تعق عن المولود عن الذكر شاتان في الدولة التي تعيش فيها الخليجية وإما أن ترسل إلى أهلك فيعقون لك في بلدك أي نعم بادر بذلك فإن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات والله جل وعلا قال وسارعوا لا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض والله جل وعلا قال سابقوا لا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض والله جل وعلا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فينبغي علينا معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول أن نبادر إلى الطاعات ولا نؤجلها اليوم الفلوس موجودة غدا مش موجود اليوم انت حي غدا ميت اليوم انت كريم غدا بخيل أحوال أي نعم فسارع بآداء الطغار مبارك الله فيك نعم ثم ماذا ثم آخر يقول ممكن أسمي ملك ووجنات يا أختا أين أنت من من عائشة وحفصة وزينب وجويرية وهند وميمونة ونسيبة وأسماء وسمية وخديجة وجمانة أين أنت من هذه الأسماء الطيبة المباركة التي تذكر بالله عز وجل وتدفع الإنسان إلى حياة من قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضو عنه طيب وآخر يقول ما حكم مخاصمة من ظلمني ويمانع رد حقي حتى الآن يجوز أن تخاصميه إذا كان في ذلك زجر ورد له وسيتغير حاله من سيء إلى حسن أي نعم فلا حرج فإن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإن كان الخصام يأتي بثمره ففعلي وإلا فلا نعم هذا الاتصال فضل يا أخي جمال فضل يا جمال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا سيدي قلت أني واحد من البداعة ها واحد منه كتاكيت يعني ما سمعت نعم فضل حضرتك واخد من واحد كتاكيت قويات على عمر يوم يعني كويس وكان على عمر 120 يوم ظهر فيها أصابة بمرض هو المفروض حسانه عمر يوم عنده وبعد كده حسانه عندي نفوق فكلمته قال لي أعطبنا أعوضك وهو حاجة زي كده وبعد كده اشتكاني بالفاتورة أنت أخذت يا أستاذ أنت أخذت الكتاكيت عمر يوم واحد واخدت عمر يوم واحد وأصيبت بالمرض وي عنده كم يوم هي المرض دي ضرفهاً عن عمر 120 يوم ما تقل شر في البد يعني أنا ما فهمتش خلي شوية شوية في كلامك كده بقول لك متى أصيبت بالمرض وي عنده كم يوم هو تتحصين التطيم د務 اعطعامه عنده في المعمل يا أستاذ أنا سؤالي واضح حينما أصيبت بالمرض كم كان عمرها يا سيدي 120 يوم ما ذنبه هذا الرجل الذي باعك وما دخله في هذه القضية طيب سؤالك إيه سؤالك إيه نعم سؤالك إيه نعم سؤالك إيه أنت سؤال يلوقتي قال لي أنا عوضك وبعد كده ما عوضنيش فقال لي وعزنش تكاني وكمت بكاتاكيت يعني يعني بالمبلغ اللي هو رائع علي طيب إذا كان بالمبلغ ده النهاردة بيعرضني بقول لي أخلف بالله العظيم إن أنا غير مديني بدي هذا المبلغ فقلت له أنت بنعرف إزاي أنت قلت له أعوضك وما دخليش حقك على كل حال يا سيدي طب أنت مديوء يعني لو كان حق الكاتاكيت مثلا مثلا خمسين ألف وإنت دفعت ثلاثين ألف بقي عليك عشرين ألف ينبغي عليك أن تدفع هذا المبلغ فإن سامحك في شيء له ذلك وإن لم يسامحك فالمبلغ كله عليك والرجل وعدك ورجع في وعده قطعه زي وأنت ينبغي عليك أن تدفع بقية المبلغ والله أعلم نعم تفضل تفضل يا خحمة تفضل تفضل يا أحمد سلام عليكم يا أمشيخ عليكم سلام عليكم واركات نحبك يا أمشيخ أحبك الذي أحببتني فيه بالنسبة للعقيقة يا شيخ لازم حاجة تكون نعدة عمرها سنة ولا عادي ينفرح والله يا أستاذ العقيقة إن كانت من الضأن ستة أشهر ودخلت في السابع ومن الماعز أتمت سنة ودخلت في الثاني وهذا عند الحنابلة ومناك من أهل العلم من لم يشترط في العقيقة شروط الأضحية ولكن لو التزمت بسروط الأضحية لكان ذلك حسنا وجيدا والله المستعد تفضل تفضل طيب هذا يقول هل هناك عمل للعاصي بعد التوبة يقيه عذاب القبر يا سيدي الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقول فهل من مستغفر فأغفر له هذه رقم واحد رقم اثنين الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فجعل الفلاح في التوبة بمعنى الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية وعلى أن يكون ذلك قبل وقت الغرغرة والوقت الخاص وأن يكون قبل الوقت العام وطلوع الشمس المغربية على أن يكون ذلك كله بالإخلاص لله تعالى وحده فإن تحقق منك فالله يبدل سيئاتك حسنات إلا حقوق العباد فلابد من رد حقوق العباد ثم إني أنصح نفسي وإياك بقراءة صورة الملك فإنها المنجية من عذاب القبر في القرآن صورة ثلاثون آية غفر الله لقارئها أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد حسن نعم فهي المنجية من عذاب القبر يا أيها التائب للتواب ما دمت خالصا صادقا في توبتك فأبشر بقبول الله لك نعم ثم ماذا ثم بارك الله فيك وهذا آخر يقول زوج يحلف كذبا ليهرب من عواقب أخطائه وأولاده يحذون حذوه فماذا تفعل الزوجة لا شك أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة أما الصدق يا إخوان يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم إن من علامة المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر نسأل الله النجاة والسلامة أي نعم فننصح هذا الزوجة أن يتوب إلى الله وننصح تلك الزوجة أن تسجد لربها وتسأل الهداية لزوجها وأولادها على الله أن يأخذ بيده من الخير هات لاتصال هات يا أخي راجل السلام عليكم يا أبي يا حياك الله عليه السلام عليكم كيف أنت وكيف حال أهل الغردقة بالخير يا أبي والله الله يفع قدر الله يوفقنا وإياكم إلى ما يحب الله ويرضع آمين آمين ولكن المثل يا سيدنا الله يفعي سيدنا بفضل الله الجبعة الماضية عقبنا مؤتمر باللغة الإنجليزية للأجانب كانت فكرة طيبة وفضل الله يعتنق الإسلام ثلاثة من النساء فبفضل الله انطرحت عليها يعني بعد الشيخ ما كان معنا وغدر المكان انطرحت علينا سؤال الأخت تصمي إزاي هل تكتب لها الفاتيحة في ورقة وتكرا من الواقع لأن لا تحفظ لا تحفظ أولا وقهك لا يأتي إلا بخير وثانيا جزاك الله خيرا أنت وإخوانك في جمعيتكم المباركة بالغردقة وثالثا أنا أنصحكم أن يكون لكم صلة بجمعية تبليغ الإسلام بالأسكندرية فإن لها نشاط وخبرة قديمة وعالية في العالم الإسلامي ككل وأسأل الله أن يكل الجهودكم بالإخلاص لله تعالى وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى الله على بصيره بالحكمة والموعظة الحسنة وأما قراءة الفاتحة من ورقة لمرأة دخلت الإسلام من جديد فهذا لا حرج فيه وذلك مؤقتا حيث إن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وهنيئا لكم بهذا المؤتمر ومن مؤتمر إلى مؤتمر ومن خير إلى خير ومن فلاح إلى فلاح ومن صلاح إلى صلاح هنيئا لكم أيها الشباب المرابطون وسط الفتن وسط الكاسيات العاريات المائلات المميلات وأنتم تتجولون بين الناس بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره تتحركون بالفضائل التي علمكم الإسلام إياها تتحركون بالتحذير من الرذائل التي نهى عنها الإسلام نعم وقد نهى عن كل الرذائل ورغب في كل الفضائل فهنيئا لكم يا شباب التوحيد والسنة وثبتني الله وإياكم على الحق وجعلكم الله في ذيادة وحفظكم بحفظه في الغردقة وفي شرم الشيخ وفي غيرهما من البلاد التي فيها فسوق وفيها بعد عن الله عز وجل أنتم أمل هذه الأمة وأنتم مصابيح الخير في بلادكم فنسأل الله لكم الثبات والزيادة وأما عن الفتية فلا حرج من قراءة الفاتحة مؤقتا من وريقة من باب الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من باب قوله تعالى فاتقوا الله وصطعتم والحمد لله نعم هاتي يا أمة الله من القاهرة أهلا وسلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتي حضرتك تلواتي قلت اللي واحدة استسلت بحضرتك لما قالت أنا بغير على ديني يعني أن أنا عاوزة أقتل أي حد يقول أي حاجة على الله أو يا سب الله استغفر الله العظيم أو سيدنا محمد صلى الله ما هي مهما يعني عزب ناس وكده هما برضو قالوا إن الإخوان كان لهم يد حتى بدليل إن طريق الزمر ده لما خرج كانوا يعملين له احتفال اللي هو إن هما أتل إن هو أتل يعني الزمر وكانوا يرشحوا في الأول فهل يوم الحق هما برضو إن هما يقتلوا الجواب لا ينبغي لأحد أن يتعرض لأحد بالقتل إلا بالضوابط الشرعية فالله تعالى قال في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا ثانيا وأما ثالثا فالإخوان لا يد لهم في قتل السدات لا يد لهم في قتل السدات أي نعم هذا ثالثا ورابعا أنا أقول الدكتور محمد مرسي لأنه هو الذي قال أنه سيطبق شريعة الإسلام ونحن لا نلتفت إلى زيد وعمر وإنما نريد رجلا يحكم فينا شريعة الإسلام هذه المسألة فأنا لا ألتفت إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرد وإنما أريد رجلا يحكم في الأمة شريعة الإسلام وقد قال مرسي أنه سيحكم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة قال كلاما نحوا من هذا أي نعم ومن هنا أنا أقول أنا أرأى يعني أعاضضه من هذا الباب ومن ذاك المنطلق هل أنا سأعاضض رجلا ينادي بين التقريب بين السنة والشيعة الرافضة حاشة وكلة فإنه ضلال مبين هل أنا أعاضض رجل لا يمكن الدعاء الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة الجليل يمنعهم من خبط الجمعة والمحاضرة وتدريس الكتب الشرعية وتربية الشباب على المنهج الرباني أبدا حاشة وكلة بل أنني أعاضض وأساند وأؤازر رجل ينادي بتطبيق القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي والأصل في من رضي بالله ربه والإسلام دينه ومحمد النبي ورسوله أنه إذا وعد بشيء وفى بوعده وإذا تحدث صدق وأنا أحسن الظن في أخي الدكتور محمد مرسي أنه قال أنه سيحكم شريعة الله وأنا من هذا المنبر أقول أنني سأعاضضه ما استطعت إلى ذلك سبيلا وذلك ليس من أجل شخص ولا حزب ولا جماعة وإنما من أجل التطبيق شرع رب العالمين والله المستعان نعم نعم تفضل أخونا محمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حياك الله كنت عزيزة أسألك سؤال أنا كنت عندي مزرعة فواكه وكده وجبت من التاجر اللي أنا بيجيب منه صنفه معين أنا متفق معاه عليه فبعد ما زرعناه ما طلعش الصنف فاضطرنا نخلعه تاني وهو له مبلغ من المال يعني فلما كلمني فأنا قلته لا أنا كان مفتوض أن أنا أكتب معاك عائد وبالتالي أنا اللي أعود عليك بال واضلي والله يا أخي الكريم هذا أمر فيه قضاء أكثر ما يكون فيه فتية بمعنى أنه ينبغي أن تكون أنت موجود والطرف الآخر موجود ونسمع منك ونسمع منه ونطرح بعض الأسئلة على أهل الخبرة في هذا الباب لأنهم أهل ذكر ثم بعد السماع من الطرفين وبعد استشارة أهل الخبرة نخرج عليك بالفصل في المسألة والله أعلم نعم تفضل تفضل يا هبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي رفع صوتك من فضلك أختي ايه؟ بتراعي أمور ربنا في كل حاجة بتعملها أيو بس ليها استفتصار حضرتك فضلي هي تتجاوزة من سنتين ونصف وبعد كشف كتير جدا اكتشفت أن ذوكها لا يستطيع الإنجاب آه فهل لها أنها تنفصل عنه ولا يكون فيهم حرمانية يجوز يجوز أن تنفصل عنه لأنه من حقها الولد ومن حقه الولد فإذا قرر الأطباء أن هذا الرجل لا ينجب فأنا أنصح بالآتي واحد كثرة الدعاء لأن الله أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اتنين الشرب من ماء زمزم فهو لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم وخير ماء على وجه الأرض بنية الإنجاب ثلاثة كثرة الاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين طيب أربعة بالصدقة بنية الإنجاب نعم فخذوا بالأسباب الشرعية وكذلك الأسباب الحسية الطبية العلمية أينعم لكن السؤال دلوقتي بدون كلام مطول هي متزوجة من سنتين وتشتهي أن يكون عندها ولد ذكرا كان أو أنثى هل يجوز أن تنفصل يجوز وأنا أنصحها أن تصبر مع زوجها عل الله أن يرزقهما وكم من رجل قال له الأطباء ليس فيك إنجاب وبفضل الله ثم بركة الدعاء والشرب من زمزم وكثرة الاستغفار رزق بأمر من يقول لشيء كن فيكون سبحانه وبحمده والله أعلم أخونا أحمد تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي الله إن أحبك في الله أبو وكر أحبك الذي أحببتني فيه يا شيخنا أخي لي تفضل أخي قال إن حلب بالطماء حسن بالكلف الشوخ طيب لابد أن أسمع منه يا خحمة تفضل 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 يا أخي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته ماذا قلت لزوجتك سلمك الله لا أريد أن أعرف القصة أريد أن أعرف ماذا قلت لزوجتك أنا طبعا حسن مشكلة في الشغل قلت لزوجتك إيه وقلت لصحب الشغل على أطلق بالتناة يكون مراتة محرمة عليهم أنا داعي معك بالشغل قلت زي أمي ولا ما قلتش لا ما قلت زي أمي طيب ورحت الشغل ولا ما رحتش ورحت الشغل عادة بالشغل طيب أنت قصدت لو رحت الشغل تمنع نفسك ولا قصدت تطلق مراتك لا أما قصدت لما قصدت شأنه أطلق مراتك طيب اسمع يا أستاذ اطعم عشرين مسكين ولا يعد ذلك طلاقا العشر مسكين علي الطلاق ديا مجراها مجرا اليمين بإطعم عشر مسكين وتكون مح اسمع 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 يا أستاذ حتى أتمم كلامي والأمر الثاني اطعم عشر مسكين آخرين لكلمة محرمة علي لأن ربنا عز وجل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ففهم من كلامي فهم من كلامي رقم واحد أنها لا تحسب طلاقا ما دمت لم تنوي الطلاق وإنما نويت أن تمنع نفسك من الذهاب إلى العمل اثنين عليك إطعام عشرين مسكين ثلاثة لا يجوز لك إخراج القيمة المادية إنما عليك بالإطعام أربعة لا ترجع إلى مثل هذه الألفاظ مرة أخرى وامسك لسانك واتق الله ولا تقحم الطلاق والتحريم في قضايا أشغالك الدنيوية والله أعلم فضال يا أم أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ الجوزي كان بيختلف مع صاحب العمل فقال علي طلاق معه ترجع الشغل وبعدين بعدها بشوية أم رجع الشغل طيب المفروض أعمل إيه يكلمني يكلمني يا أم أسماء يكلم برنامج الفتاوى كل يوم برنامج فتاوى فيكلم حد من أسيادنا العلماء في برنامج الفتاوى عندنا هنا وسيجيبه إن شاء الله أي نعم طيب بارك الله فيك ثم ماذا وهذا يقول هل ممكن أخطب لابني إنسانة أكبر منه بعامين وهي كويسة جدا أي وممكن سدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة من تخويلد رضي الله عنها وقد ولدت قبله بخمسة عشر عاما بمعنى كان نبينا صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره وكانت خديجة من تخويلد رضي الله عنها في الأربعين من عمرها حينما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المقابل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة الطاهرة المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سموات وهي في السادسة أو السابعة من عمرها وبنى بها في التاسعة وكان يكبرها بخمسة وأربعين عاما فهذا ممكن وهذا ممكن بفضل الله عز وجل طيب أنا مطلقة وعندي ولد وتقدم لي شخص متزوج ومتدين لكن شكله لا يعجبني أعمل إن كان مرضية الدين واحد اثنين مرضية الخلق فثلاثة عنده عمل ينفق على نفسي وعليك منه بالحلال فهذا مقبول ولا يلتفت إلى ما تفضلت إليه ومع ذلك فإني أنصحك أن لا تتزوج إلا من اختنعت به عشان العملية بعد شهر أو شهرين أو أكثر أقل يحدث الطلاق وإنما نريد الحب والألف والرباط تحت مظلة شريعة رب العالمين وفي هذا القدر كفاية وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم وجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهي الكريم ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتمم شفاء شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وأن يلبسنا وإياه وسائر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا لباس التق والعافية وأن يرده إلى منبره سالما غافرا غانما وأن نكحل عيننا برؤيته على شاشات الفضائيات وهو يعلمنا ويعلم أمة الإسلام التوحيد والسنة نرجو من الله أن يكرمنا بذلك هذا والله أسأل لي ولكم السداد والهدى والتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته